أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن العراق يحتاج منا أن نتحلى بالقيم العالية التي رسخها رسول الإنسان عليه أفضل الصلاة والسلام لنتمكن معا من عبور الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأن ننتصر لتلك القيم بدل العودة إلى جهل التطرف وتغول ما يريد أن يفرض مصالحه وطغيانه على العراقيين بأسماء متعددة وقال الكاظمي خلال حضوره الاحتفال الذي أقامه الوقف السني بمناسبة المولد النووي أننا كعراقيين لن نخضع للمتطرفين من داعش أو العصابات الإجرامية من أي دين أو مذهب أو قومية وواجبنا أن نمنح الشعب استحقاقه في الحياة الحرة الكريمة